قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس كانت الخمر إلى حدود الساعة إلى حدود نزول هذه الآية كانت لا زالت على إباحتها فمما ذكره أهل التفسير أن أحد الصحابة قيل عبد الرحمن بن عوف وقيل غيره قد جمع أناساً لوليمة عنده فأكلوا وطعموا وشربوا الخمر ثم لما حضر وقت صلاة العشاء قدموا أحدهم ليصلي بهم وكانت الخمر قد بدأت تلعب برأسه وعقله فلما انتهى من فرغ من قراءة صورة الفاتحة دخل في صورة الكافرون ولعلك عزيز المشاهد أخت المشاهدة لعلك تعلم وتذكر كم كابدناه في صغرنا نحن نريد أن نحفظ صورة الكافرون وكيف نحن بكامل قوانا العقلية وتلتبس علينا آياتها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين كيف هذه الآيات كانت تلتبس علينا ونقدم الأولى ونؤخر ونقدم الآخرة ونؤخر الأولى إلى غير ذلك فكيف بالذي قد لعبت الخمر برأسه فجعل يصلي بهم ويقول قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وتعبدون أنتم وثم التبس عليه الأمر وأزال لا النافي حيث وجب عليه وضعها ووضعها حيث وجب عليه إزالتها فأنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فضيق الحق سبحانه وتعالى بشكل أكبر الحيث الذي كان مخصصا للخمر فعلم الناس أنهم لو شاربوا الخمر بعد الظهر مثلا لن يكونوا في حالة واعية بشكل كبير عند الصلاة العسر فسيدفعونها إلى ما بعد العسر فيخشون بعد ذلك أن تبقى الخمر مؤثرة في عقولهم إلى المغرب ولا يخفى عليكم الوقت الضيق بين المغرب والعشاء إذن بقي لهم وقت واحد هو ما بعد صلاة العشاء فلم ينزل تحريم بشكل قطعي بات إلى حدود هذه الآية لكن نزل تضيق كبير على الحيز الزمني الذي يمكن لمن شاء أن يشرب الخمر أن يشربها فيه قد يقول قائل لما كل هذا الاهتمام بهذه المسألة علما أنهم يمكن أن يشربوا ويؤخروا الصلاة عن وقتها نقول للناس إياكم أن تقعوا في هذه المغالطات المغالطات من أي نوع؟ من أن يقيس العبد حب المسلمين الآن أقصد العموم وليس الاستثناءات حب المسلمين الآن وتعلقهم بالصلاة بحب الأوائل وتعلقهم بالصلاة رضي الله عنهم وأرضاه بالإضافة إلى حبهم وتعلقهم بالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي لو قيل لهم إن الطعام سيمنعكم من حضور الصلاة لم تنعوا عن الطعام والشراب وقدموا فضل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك قدموا محبة الصلاة على محبة الخمر فضيق زمن شرب الخمر وبقي مع ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم أنزل في الخمر بيانا شافية فأنزل الله عز وجل التحريمة القطعية النهائية الكلية للخمر في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذا انقدر الله عز وجل هذا الأمر لعننا نتطرق لهذا النداء في وقت آخر قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس ترجمة نانسي قبل